على غفلة من الحرب ومن أوجاع اليمنيين يبرز اسم اللجنة الاقتصادية المؤقتة محاطاً بكثير من علامات الاستفام والصخط الشعبي اللجنة التي تم تشكيلها لوقف انهيار سعر العملة يرتفع في وجهها مؤخراً صيحات احتجاج تدور حول شبهات فساد تورطت فيها هذه اللجنة أو بعض أعضائها وهو ما استدعى خروج بعض مسؤوليها للتبرئة أنفسهم مما يدور حول عملها من شبهات رئيس اللجنة حافظ معياد يتهرب من المسؤولية حول مخالفات اللجنة بتصريحات تؤكد أن مكتباً فنياً معيناً بقرار من مكتب الرئيس هادي هو الذي تحمل عمل اللجنة الاقتصادية كاملاً ملمحاً أنه يتم استغلال اسم اللجنة في أعمال لم تعرض عليها أو تقرها وتدخل في صميم عمل الأجهزة التنفيذية وبحسب عضو اللجنة أحمد غالب فإن عملها مجمد من شهر مارس من العام الجاري ولم تعد تمارس أي مهام ولم يتم دعوة مسؤوليها للاجتماع أو استشارتهم منذ ذلك التاريخ أثير هذا النقاش حول دور اللجنة الاقتصادية وأعمالها عقب صفقة مشبوهة تتمثل باعتماد اللجنة لشركة فحص شاحنات الوقود المستوردة إلى جميع الموانئ اليمنية قبل أن تستكمل بقية الشركات الدولية المتقدمة إجراءاتها لاعتمادها ضمن الشركات الفاحصة ليست المشكلة هنا فقط فاللجنة استحوذت بطريقة أو بأخرى على شهادات الاعتماد وإصدار تصاريح دخول السفن النفطية وتمارس تعسفات باحتجاز الناقلات النفطية وتأخير تصاريح دخولها لأسابيع طويلة لابتزاز التجار تصل الاتهامات لحد التأكيد أن اللجنة تقوم بالتحايل على قرار منع احتكار استيراد المشتقات النفطية لتتلاعب بعملية إصدار تراخص دخول المشتقات النفطية لصالح مقربين من الرئيس هادي كما تتهم اللجنة بإجبار التجار على دفع جمارك وضرائب غير قانونية وغير موحدة قبل وصول السفن التي تحمل المشتقات إلى الحديدة ليضطر التجار لاحقا لدفعها مرة أخرى لمليشيات الحوثي وهو ما يضاعف من سعر المشتقات على المواطنين وهكذا تبدو مليشيا الحوثي وكأنها لم تعد وحيدة في ميدان تأزيم الوضع الإنساني وصنع الأزمات التي تلحق بالغ الأذى باليمنيين كانت النتيجة هذه الأزمة التي انعكست سلبا على حياة الناس يزداد أوضاع اليمنيين سوءا ويتعالى غضبهم وصخطهم تجاه سياساته وآداء الرئيس هادي الذي سلم قيادة الدولة وقراراتها لمسؤولي مكتبه والمقربين منه لتتعدد طرق وأساليب ممارسة الفساد دون اعتبار لمأساة شعب يخوض حربا للسنة الخامسة